السلام عليكم ومرحبا بك في الدرس الأول من الدورة التعليمية الخاصة في إنشاء برنامج لإدارة الديون مثل ما عنا في الكميونتي الخاص في القناة قبل ثلاثة يام بالضبط قلنا نحن راح نبتدي دورة تعليمية جديدة خاصة في برنامج إدارة الديون ولميز هذه الدورة أنها راح تكون تعليمية وعملية بنفس الوقت أي بمعنى البرنامج راح ينتج هو راح يكون قابل لاستخدام بشكل مباشر وأكيد أنه البرنامج راح يكون مفتوح المصدر على الشفرة الخاصة فيه بطبيعة الحال الصور اللي رفقناها هنا مع البوست يسكان الصور لبرنامج كنت عاملة سابقا وكنت مقتبسة من برنامج إبس وقمت بالتعديل عليه بحيث أنه يتلأم مع عملية الديون فقط طبعا اللي شفته في كثير من الناس ما يحتاج إلى برنامج إدارة مبيعات يحتاج فقط إلى برنامج يبدي أن يدير الديون الخاصة فيه سواء كان للعملة أو سواء كان للموردين بطبيعة الحال فالسجل الخاص فيه الديون اللي موجود عندهم راح يبدي ينعكس عندك داخل الكمبيوتر على الدياتابيس وانت راح تبدي تضيف الديون سواء كانت من عمليات شراء ومن عمليات تسديد بطبيعة الحال والبرنامج يمكن يعمل بعض العمليات الحسابية حتى يبدي يعطي بعض الأمور اللي هي تكون تحصيل حاصل كالمبلغ الكل المطلوب والمدفوع والمتبقي وهكذا فعلى هذا الأساس طبعا في كذا الناس طلب أنه يردون البرنامج في الاستخدام فالبرنامج روابط تحميله راح تجدهن في أسفل هذا الفيديو بالضبط تقدر أنه تختار حسب النسخة الخاصة فيك 32 و 64 بيت طبعا حسب النظام وتقوم بتثبيته كهي برنامج احتيادي ضرور جدا أن تعرف كيفية تثبيت البرنامج الخاص في ابس بطبيعة الحال لتثبيت السيرفر فيمكن أنه تذهب هنا على القناة أوكي ضرور جدا وتروع على الدورة التعليمية الخاصة في برنامج جدارة المبيعات ابس هذا الإصدار الأول طبعا فيه إصدار جديد راح يبدي ينطلق بعض التحسينات وتبدي تفتح أول فيديو لهو خمس دقائق على ما كيفية تثبيت البرنامج أوكي الآن إحنا طبعا راح نبدأ نثبت البرنامج أمامك لكن تثبيت السيرفر ما راح نبدأ ثبتها لماذا؟ لأنه هو مثبت عندي فلان جاوزه للسيرفر خلينا نثبت البرنامج ونبدأ نصفحه كبريفيو بشكل عام لكيفية استخدامه وأيضا هذا راح يبدي يعطينا فكرة عامة لتطويرنا في مراحل تطويرنا للمشروع مستقبلا لأن إحنا إيضا راح نمر في عملية تحليلة وفي عملية تصميم اليو آي ولكن باحتبار أن البرنامج أنا قمت بتطويره سابقا لنسخة سابقا من عنده فرح تاخذ فكرة عامة عن إنه إحنا شوني راح نبدأ نشتغله ويريد نوصل بالدرجة الرئيسية فأوكي خلينا هنا نفتح البرنامج هذا هو البرنامج طبعا أول تشغيلك ليه البرنامج فرح يطلب من عندك تسجيل مستخدم جديد هذه الرسالة تشير إلى إنه ما فيه مستخدم جديد لأول مرة قمت بتثبيت البرنامج فنقل هنا أوكي هنقول مثلا عندنا صفاء اسم المستخدم ليكون واحد كلمة سير واحد يعني صورة يمكن تنقرك الكيمة تعمل لود عليها ما فيه مشكلة نقل له هنا أضافه تسجيل الدخول أوكي فلان البرنامج رجع اشتغل من جديد فلان راح يدخل لك هنا على إعدادات اللوغين راح نقله واحد وبواحد من قلله هنا دخول إذا الان مثل ما تلاحظ إنه هذه الواجهة هي نفس الواجهة الخاصة في برنامج إبس بالضبط لكن اللي ميزة أنا قمت بحذف بعض النوافذ العمل اللي موجودة عندي هنا وقمت بيعني تبسيط البرنامج يعني شفت الناس تحتاج إلى أن يكون البرنامج بسيط إلى أبعد الحدود يعني ما يحتاج إلى بعض الأوامر اللي أنت في غناء عنها فتحتاج أن تضيف بعض الأمور اللي يحتاجها المستخدم فقط يعني بدون تعقيد الأمور إضافة لذلك اللي شفت الناس أيضا تحتاج إلى أنه البرنامج يكون سرعة عالية ويشتغل على بعض الكمبيوتر لتكون مواصفات أقل يعني حتى رام 2 جيجا أيضا يحتاج إلى أنه البرنامج يكون يعني مثل ما نقول النصوص وبعض هذه الأمور تكون بحجم أكبر بحيث أنه رح يبدي شغلة على كمبيوتر مثلا يكون عند تاج سكرين يعني اللوحة لمس وبالتالي تحتاج أنه مثلا الأزرار تاخذها بنظر الاعتبار تبدي تكبر هذه الأزرار يعني الحجم الخاص فيها بحيث أنه يستطيع المستخدم أن يتفاعل معها باللوحة لمس أوكي فخلينا نتصفح البرنامج ونشوف شلون يشتغل وعلى هذا الأساس رح نبدأ إن شاء الله نستمر في عبرنا في عمل برنامج يكون يحتوي على نفس هذه الخصاص وأيضا نضيف لبعض الخصاص الأخرى وعندنا الشريط العنواني يحتوي لك على أزرار هذه القياسية عدنا هنا اسم المستخدم وعندنا الصلاحية اللي داخل عليها عدنا هنا زر تسجيل الخروج وعندنا هنا نوتفيكيشن طبعا النوتفيكيشن في البرنامج رح نبدأ نشتغلها نبدأ نحثفها وعندنا هنا هذه الصفحة الرئيسية الآن تؤشر إلى الاسم الخاص في الشركة بطبيعة الحال أو المحل التجاري وهنا عدنا تايمر وعندنا هنا اللوغا الخاص في الشركة مبدئيا نستطيع تغييرها من خلال الذهاب على الإعدادات وعندنا هنا شريط العمل تقدر أن تعمل عليه كولابس وهذه جدا مهمة حتى تبدينه الزيد في المساحة يمكن أنه يشتغل البرنامج الخاص فيك على شاشات أصغر يعني فبالتالي تحتاج أنه كلمة أنه تكون عندك مساحة رح تكون أفضل عندك يعني باحتبار بعض المستخدمين يثبثوا البرنامج على تاب يشتغل في نظام تشغيل ويندوز وتكون الشاشة الخاصة فيه صغيرة بطبيعة الحال فهوك هذه الصفحة الرئيسية هذه الصفحة الخاصة في الموردين مثل ما تلاحظها نفس الصفحة تبدي تنعكس على العملاء يعني نفس الكلام يبدي تكرر عندك وإضا عدنا المستخدمين مثل ما تلاحظهم الآن أمامك وعندنا صفحة التحليل التي تعمل لك بعض الأمور الحسابية تقوم بتجمع الديون الخاصة في الموردين والديون الخاصة في العملاء ويمكن أنه نضيف تقارير يعني ممكن تعمل تقارير ببساطة وتبدي أنه تعمل لك بعض العمليات الحسابية لكتحصيل حاصل مثلا لآخر شهر من الديون اللي موجودة عندك وهكذا باحتبار أن البيانات هي موجودة عندك ومجرد أنه تعمل عليها التقارير المعنية عندنا نال الإعدادات ورح تضمن لك إعدادات عامة أوكي هذه هي الإعدادات العامة اللي يضمن لك اسم الشركة والوصف الخاص فيه ممكن أن ينال الوصف فيه بدي يظهر عندك فيه التقارير أو مثلا فيه مثل ما نقول للمستخدم اللي يريد أنه يطبع لفد ريبورتس معين أو وصل إسلام وهكذا يعني وصل في الديون الخاصة فيه عندنا القسم الخاص في قواعد البيانات هذا القسم جدا مهم تلاحظ عندها دات الإتصال بطبيعة حارة تكون محلية إنه في الأصل ما تحتاج إلى نظام شبك يعني البرنامج ببساطة ما فيه يعني صلاحيات كثيرة مجرد أنه ديون على العملاء والموردين والتقارير الخاصة فيهم بطبيعة الحال أوكي وطبعا على هذا الأساس أنه عندنا في قواعد البيانات قسم خاص في النسخة الاحتياطية وعادة التعين وهذا فت شي جدا مهم لأن المستخدم لمن يبدي يشتغل يوم أو يوم وين أو ثلاثة يحتاج أنه ياخد نسخة احتياطية يضحها مثلا بقرص خارجة وفلاش ميموري فهذه نقطة جدا مهمة أيضا رح نبدأ نشتغلها في البرنامج الخاص فينا ورح تكون داخل الـ Entity Framework بطبيعة الحال أيضا عدنا قسم الخاص في العملة العملة الرئيسية والثانوية ومقدار التحويل البيانات كل البيانات رح نبدأ نخزنها داخل الـ Settings الخاصة في البرنامج احنا طبعا رح نبدأ نستغني على الـ Tabs اللي هذي تبدي تأخذ من موارد النظام ونبدأ نشتغل على Tab 1 فقط يعني تضغط على الموردين يبدأ يستبدل الرئيسة بالموردين فأوكي خلينا الآن نذهب هنا على العملة رح نبدأ نشتغل على العملة وتلاحظوا أن العملة يحتوي لك على البيانات التالية الاسم الخاص فيها الرصيد في عملة الدينارة والدولار هذي عملة رئيسية ثانوية العنوان رقم الهاتف وتاريخ الاضافة الخاص فيه هذي عندنا شبكة Grid View فيها بحث بها نظام فلترة وعدنا عامليات الاضافة والتعديل والحدث هنا على بيانات العملة فنقل هنا اضافة رح يطلب من عندك اسم العميل ببساطة يعني كله مثلا صفا ثم ذلك مثلا العنوان ورقم الهاتف ثم ذلك اضافة زاد غلق الآن نضاف لك لهذا العميل وعطاك Notification حتى يبدي تفاعل مع المستخدم امر التعمل لازم ان يظهر لك Notification أوكي فأوكي هذا تقدر انه تعدل علي وأيضا تستطيع ان تقوم بحثة فطبعا كل عميل تقوم باضافته هو في الاساس الى سجل خاص فيه يعني كعملية محاكال اللي موجود عندنا للعمل الحقيقي فالذي تقل هنا عرض السجل رح يبدي يعرض لك هذا السجل أو هذه النافذة الخاصة في السجل وطبعا هذه النافذة هي تحتوي لك على الديون هذه الديون تقدر انه تضيف وتحذف وتعدل عليها وهي اسم القائمة والمبلغ وتاريخ اضافتها جدا مهم وأيضا عندك عملية التزديد للمبلغ الخاص في التزديد وأيضا التاريخ اضافة لذلك عندك بعض العمليات الحسابية الموجودة عندك في الاسفل عندك هنا اسم العميل اللي هو الآن صفاد يعيش علي وأيضا عندك المطلوب اللي هو المجموع مجموع الديون هنانا والمدفوع اللي هو مجموع التزديد حاصل بياناتهم رح يبدي يعطيك المتبقي هذه كعملية حسابية سريعة حتى يعرف شنو المتبقي عليه بشكل مباشر أيضا عندنا زر خاص في تنظيف السجل أنه يقوم بحذف كل الديون وكل البيانات الخاصة في التزديد فعلى سبيل المثال نقوم بإضافة دين جديد نقل هنا مثلا قائمة وطبعا هنا القائمة رح تكون مفتوحة تقدر تكتب عليها مجموعة المواد أو التفاصيل الخاصة في هذه القائمة ثم على ذلك تقوم بإعطاء السعر أوكي ثم على ذلك إضافة فالآن نتلاحظ إضافة إليك وعمل قال لك أنه المطلوب عندك كذا لننظيف مثلا مادة أخرى أوكي مثلا تكون عندك مادة اثنين ومثلا خمسمائة ألف نقل هنا أضافة تمام ونفترض النوجة في يوم لأيام وقام في عملية التزديد فالآن تقل هنا تنطلقنا على التزديد ودي لهنا أضافة تبدي إظهر لك هنا عمل دفعة يقل لك اكتب المبلغ المراد دفعة على سبيل المثال دفعناها خمسين ألف ثم على ذلك إنتر وتلاحظ تم إجراء دفعة وتم إضافتها والتاريخ الخاص فيها بطبيعة الحال وأيضا تم إضافتها هنا أو قام بعملية حسابية الناقص وأعطاك المتبقي بشكل مباشر يعني عملية ببساطة ما تحتاج إلى يعني أي أمور ثانية بطبيعة الحال أوكي مثل ما تلاحظنا الآن المدفوع أصبح عندنا هذا والمتبقي هذا طبعا الآن بيعتبار أنه هذا أصبح أكبر من هذا فيعطيه قيمة سالبة لماذا؟ هو مجرد أنه يقوم في عملية حسابية فالآن أخطأت أنت تريد أنه تقوم بالتعديل click comment عليه وتقوم في عملية التعديل أوكي الآن مثل ما تلاحظ تم التعديل بنجاح الآن لو تبدي أنه تقوم بعملية تنظيف السجل تضغط على تنظيف السجل ثم على ذلك كيس رح يقوم في عملية تنظيف السجل بطبيعة الحال وترجع هنا على التحليل طبعا الآن ما تلاحظ الرصيد ما فيه تقوم بالتحديث البيانات حيبدي يجلب لك الرصيد في الدينار و الدولار وأيضا في التحليل يبدي أنه يجمع لك الديون الكلية الخاصة في العملاء طبعا هذا الكلام نفسي تيبدي يتكرر عندك على الموردين أوكي هذا الكلام هو نفسي تيبدي يتكرر عندك على المورد مثلا تقوم بإضافة عميل آخر يكون مثلا يكون مثلا أحمد إضافة ونعرض السجل الخاص فيه نأشر على أحمد قلنا نعرض السجل ونفترض أنه قام بشراء أي مادة تكون مثلا أي و يعني اسم القامة بشكل عام قلنا هنا أضافة وقام بإجراء دفع مثلا معين قلنا هنا أضافة أوكي فالآن المفروض أنه يقوم في في التحليل هنا أوكي أنه يجري لك العملية الحسابية اللي هي المجموعة لتذهب هنا على التحليل هتلاحظ أنه جمع لك الديون الخاصة في العملاء في الدولار والدينار جمع لك الديون الخاصة في صفاء وجمع لك الديون الخاصة في أحمد والطاكيات كتحصيل حاصل بطبيعة الحال أوكي أنت طبعا عندك بيانات وتقدر أنه في التحليل تضيف أي تحليل تضيف هناك رسم كشارت معين يؤشر لك إلى الديون نسبة إلى تاريخ الأيام أوكي أيضا في التقارير باحتبارا البيانات موجودة عندك تستطيع أن تقوم بإصدار التقارير الخاصة فيك فكل شيء موجود عندك مجرد أنه أنت تعكس هذه البيانات وتبدي تعرضها للمستخدم على شكل بإصدار التقارير بإصدار التقارير شكرا